تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عددا من الوحدات السكنية والشليهات بمدينة العالمين الجديدة التي تم البدء في تسليمها لحاجزيها اليوم وذلك ضمن المرحلة الأولى من المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المدينة أشار رئيس الوزراء في مستهل الجولة إلى اهتمام الدولة بتنمية منطقة السحل الشمالي الغربية وجعلها نقطة جذب عالمية وذلك بالنظر لما تتمتع به من مقاومات وإمكانات طبيعية تجذب إليها العديد من السائحين مؤكدا حرص الدولة على إتاحة مختلف الوحدات السكنية التي تلبي احتياجات مختلف الشرائح وذلك بمدينة العالمين الجديدة سعيا لجعل هذه المدينة تنبض بالحياة طوال العام بما يحقق أهداف التنمية المستدامة كما أشاد رئيس الوزراء بمستوى تنفيذ وتشطيب هذه الوحدات مؤكدا ضرورة استكمال تسليم الوحدات لمستحقها